اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وقت اشتركوا في القناة وقت اشتركوا في القناة لم يكن لديه علاقة بالموضوع وكنت في الوقت ميكل جاكسون ولكن لم يكن لديه جرء ان يغني هذا الشيء من الأساتي بالمناسبة تحيالي لهم تحيال مادام ليسلي مادام كلوديا مادام كارلا مادام كارلا اشتركوا في القناة ولم يكن لديكم في هذه المرحلة مادام كارلا سوف أغني عنيه على ميكل جاكسون اشتركوا في القناة مادام كارلا ومادام كارلا من قناة اخبرتك انا اخبرتك انا اخبرتك من قناة ومع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مادام كارلا اشتركوا في القناة 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 انتهت اليوم كان في هيشة أحسنين اشتركوا في القناة العاليين بمحلات كتير كانوا بالأول أريح بس في مطرح وقت كان بدو يصيب النوات العالية ويعمل عليها نوع من الحليات ما صابة دجا دهر برات الميلودي اللي كان عم يشتغل عليها النيوانس أحسن من العادة الانتربريتاسيون بيان انو شغيلة وهذا الشي إلنا شي جمعتين عم نجرب نوصل لوا كلنا بالبرايم عطا بيانو عطا بيانيسي مورجا عطا فورتي يجرب بنص الجمل أوقات يقلو بفادوتات يرجع يكمل على صوت الصدر وهيدي لأنه اليوم الموضة بالموسيقى الغربية بالغنى وعند الشباب عم بتكون هيك صاحبه يقدم شي من الصورة يلي يوجوني عم يسمعها ولكن اليوم وقت أنا بنص الجمل بدأيقلو بصوتي وارجع على صوت الصدر لازم أقدر إرسي مظبوط ارجع على النوت وما ضيع بين الاتنين رجيس تبع الصوت هيدا الشي ضيعه ولكن أنا بالنسبة لقلي عمل شوية جهد أنيس اليوم جرب يعطينا نيوانس ما كنا عم نسمعون منه قبل سو بدي يكفي يشتغل بس يركز أنه ما فينا وقت اللي بنا نعطي ناطة عالية إذا ما صبناها نرجع لديها بعدين وشغلة أنه ما فهمت شو عامل هو فالل بالآخر اللي رجع غنى غنية تانية سو بركي بيبقى بيوضح لنا هيدا الشي أنيس اليوم شفته موامية لأنه صار هو عم بيغني لما بلش يطلع عادة ما عنده مشكلة بس هالمرة بلش يطلع صار يطلع على ورا وبس ما يقدر يطلع كافي لقدام صار أوقات يخده فلسيتو يعني صوت المستعار الرفيع الرفيع وبرده ما كانت تجي محل الفلسيتو اليوم ما كان في تركيز كافي وأنا كتير بعزه لأنيس لأنه حضوره على المسرح كتير حلو وبس يرقص كتير حلو بحسه هيك أنا بنسجم مع كل شي بيعملوا أنيس بس الصوت اليوم راجع لورا ما بدي أنا أحكي عن الصوت بدي أقول أنه أنيس بالأفكار قاله بالعادة يكون أحسن ما فهمت ليش إجاي خبرنا أنه فيه برايم تاسع أنه فيه إفال تاسع هو عمله مش منيح وشوية قاله طيب هلأ رح أعني لمايكل جام مش معقوق يعني ليش يعني المفروض هو بعد سبع برايمات يعني وتامن جمعة يعني مفروض مارئ شهرين على هيدا الشي كيف بعضهم متذكروا ما قاله بالعادة يكون هيكي مش مؤنع بأفكاره غنى لمايكل جاكسون يعني ما بعرف أنا حسيت اليوم أنيس أقل ابتكار من عادته هو إله بالعادة يبدكر أحسن أقل ابتكار من عادته غلطة أنيس اليوم هو أنه فايت ناوي يعود الإفال للي قبل يلي فايته ممكن لأنه قلنا له أنه ما كان منيح ولكن صار فيه تناقض بالنسبة له في الفكرة المطروحة اليوم يعني الفكرة المطروحة اليوم أنه أنتو هني هالطلاب ظهروا من الأكاديمي وأول شي عم بيقولوا على الإنستغرام فما فهمت شو ربط يلي ربطوا مع الإفال اللي قبل مش مفروض يكون يحكي عن إفال معين يعني اعتبر كأنه المشاهدين هني لجنة التحكيم ما حدا من المشاهدين أو من الفانس تبقلوا رح يشارعوا على الإفال الرقم تسعة أو سبعة أو ثمانية أو عحيال إفال فصار فيه غلطة غلطة زمنية بالوقت يعني مثل ما قلتك لوجيا أنه هذا شيء مفروض يصير بعد شهرين بس تخلص يخلص ستر أكاديمي الشغلة التانية الغلطة الكبيرة ما فهمت ليش قلب الكادر ومحطة مع حطة عطانا وقت نقرأ شو لما نقلب الكادر شو مكتوب على الكادر التاني وليش غنى هو عم يظهر شو هالأغنية التانية شو قصده هو عم يظهر ويغنى أنا صار عندي حشرية أعرف ما بدي أسأله بكرة بالصف الشغلة التالتي يلي بدي أقول عن أنيس بغض النظر عن قدية أنا شخص بحترمه وبحبه وإجمالا من العناصر الجيدة بالصف يعني ومن الأشخاص اللي حلو حضورهم بالبرايم ولكن لكون صريحة نحنا وصلنا لمرحلة أنا لم أرى أنيس تغير يعني إذا بدي أشوف تطور غير طلاب بحس أنه في طلاب تطوروا عم بيعطوني شي جديد عم بيغنوا غاني غير عم بيغنوا عم بيتحدوا نفسهم هون حتى لما غنى أغنية بالعربة وغنىها هو عم بيهرب وما خليني اتهنى قلت أنا بركة عم بيجرب يغنى لنا شي جديد يعني عرفت شو قصدي قلت ياريت بالأول غنى هالأغنية وترك لي مايكل جاكسون على الظهرة لأنه مايكل جاكسون هالأغنية وكتير حلو الأغنية يصبت حاله ويفرجينا قده هو فعلا حابب يعطينا لأنه دايما بس يشوفنا بيسألنا كيف كان شو لازم أعمل يعني هو حضر كتير حابب يشتغله حابب يصبت حاله ولكن المشكلة عند أنيس أنه دايما نحنا كلنا عم بقول أنه عم نشوفك نفس الشي يعني نوع صوتك عم نشوفه هو ذاته بالمغنى مع أنه هو دايما عم بيحاول أنه مش بالغنية اللي بغنية المشكلة هي بنوع الصوت بالكاليتاد وفال عم بيطالعه هو اللي لازم يتغير يعني هو اللي لازم يفرجينا بطريقة مختلفة مش بالغنية الغنية فيه نوع كتير أغاني ويبقى عم بيغنيه بنفس الطريقة ما ميكون استفدنا شيء هيدا المشكلة اللي أنا عم شوفها واضح عنده أنه دايما صوته عم استعمله بنفس الطريقة ودايما عم بيكون فيه هيك كأنه لجوة أو كأنه مخبى شيء أو كأنه ما عم بييننا هالصوت فعلا اللي عنده أو يمكن هيدا هو بس ما بعرف يعني يا أنه هيدا الصوت الموجود يا أنه بعد في إمكانيات تانية لازم تظهر بتخيل أنيس لازم نبلش فعلا هيك نشده أكتر مشان يعطينا شي جديد لأنه نحنا اليوم صرنا يعني عبويب وبتخيل كلنا نحنا والجمهور وكل الناس طلع بينه نشوفه أنيس بصورة جديدة وبنوع جديد وبطريقة جديدة بالمغنى لأنه هو فعلا من الناس المحببين يعني عندهم حضور كتير حلو فحلو كمان أنه يكفي بالصوت تكتمل الصورة أكدر